وصالح المساهمين والعاملين طور شاب وشركته ملابس جديدة بتقنية النانو يمكنها التصدي لجزيئات الماء ومقاومة جميع أنواع السوائل والبقع الفريق بدأ بإنتاج القمصان ويأمل في استخدام مواد أخرى بوظائف إضافية وأن يمتد نشاطه قريبا ويتوسع بشكل أكبر لا يصيبها البلل أو البقع هذا وعد من عمير باتل الرئيس التنفيذي للشركة سيليك في دعوة منه إلى كل من يشتري إنتاجه الجديد من القمصان وعلى عكس ما يستخدم حاليا من العناصر الكيميائية المضادة للماء والتي لم يثبت فعلياتها كما أنها غير آمنة يقول باتل ذو الواحد والعشرين عاما إن فريقه طور تجربة لاستخدام السيليكة وهي معدن طبيعي يدخل في صناعة الأسمنت لإنتاج ملابس بات قدرة فائقة على مقاومة الماء رابطنا التكنولوجيا النانو بالألياف لتكون طاردة لزارات الهيدروجين التي تقترب منها لذلك فأي شيء يعتمد في تركيبه على الماء لن يتمكن من مجرد اللمس وبالتالي الإختراق الشركة جمعت حوالي 300 ألف دولار كتب رعات من أجل تمويل المشروع الذي يوشك قريبا جدا أن يفع بأول دفعة من الإنتاج بالنسبة للنموذج الأولي كاد عقلي يطيع حينما أخضعته للإختبار قمت بصب وعاء كبير من الماء فوق القميص الذي ظل جافا تماما الآن ومع تكرار التجربة والنمازج أمام الناس لا تنقطع أبدا علامات الأجاب ويعمل الآن باتل وفريقه على تنويع المنتجات لتشمل السراويل والجوارب وحتى الأحذية كلها تتمتع بميزة مقاومة الماء والسوائل بشكل عام ويعتقد باتل أن تكنولوجيا النانو لديها الإمكانية لصنع أزياء أنيقة يمكن ارتداؤها ويكون بإمكانها كذلك تغيير الشكل الخارجي لها ومتابعة الحالة الصحية لمن يرتديها وأيضا تستطيع الاتصال بالإنترنت ترجمة نانسي قنقر